اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمجر وما تشهده من نمو وازدهار متواصل في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المتبادلة جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة هذا اليوم في قصر الاصخير معالي سيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس الدكتور تاماس سوليوك رئيس المجر الصديقة وتمنياته الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والازدهار فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامته وللمجر وشعبها الصديق مزيدا من التطور والنماء ورحب جلالته بالوزير الزائر واستعرض معه سبل دعم وتنمية العلاقات الثنائية الوطيدة وفرص تعزيز التعاون لا سيما في الجوانب السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات الحيوية منوها رعاه الله بمثل هذه الزيارات التي تعكس الحرص المتبادل على تطوير العمل البناء والتعاون المشترك وأكد جلالته تطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المثمر مع المجر وتوسيع الشراكات القائمة والاستفادة من خبرات وإمكانيات البلدين في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يعود بالخير على شعبيهم الصديقين كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ترجمة نانسي قنقر